اشتركوا في القناة الرحمن الرحيم ملك يوم الدين طاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة للمسيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم ومرحبا معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم هكذا أنزل اليوم إن شاء الله تعالى نشرع في الكلام على الإمام العاشر القارئ العاشر من القراء العشرة ونحن قلنا إن القراءات المتواترة التي يجوز التعبد بها والصلاة بها والتلاوة بها ويثاب القارئ على كل حرف منها بعشر حسنات وكلها بمنزلة واحدة التي وصلت إلى زماننا هذا ونقلت حتى رواها أئمتنا ومشايخنا وبقيت يعرفها أعداد كبيرة وجموع غفيرة من المسلمين في هذا العصر عشر قراءات القارئ العاشر من هؤلاء القراء العشرة هو الإمام خلف ابن هشام البزار المقرئ الكوفي رحمه الله تعالى وهو نفسه الراوي الذي يروي عن الإمام حمزة فنحن نقول إن حمزة يروي عنه خلف وخلاد خلف هذا هناك راوي عن الإمام حمزة فهو راوي ضمن قراءة الآن سنتكلم عنه نفسه وهو إمام مستقل له قراءته المستقلة ما الفرق بين القراءتين هذا ما سنطرحه في بعض فقرات هذه الحلقة إن شاء الله تعالى الإمام خلف البزار المقرئ الكوفي رحمه الله ولد في سنة 150 من الهجرة النبوية الشريفة وعرف منذ صغره بالذكاء والنباهة وبدأ طلب العلم وهو صغير كان عمره عندما بدأ العلم وطلب العلم صغيرا جدا حتى إنه أتم حفظ القرآن وهو ابن عشر سنين أتم الحفظ وهو ابن عشر سنين رحمه الله تعالى وبدأ بعد ذلك بطلب العلوم المختلفة وهو ابن ثلاث عشرة سنة وهنا نلحظ أيها الأحبة أن العلماء كانوا لا يعتبرون ولا يبدأون في طلب العلم إلا بعد حفظ كتاب الله تعالى فالمقدم في طلب العلم أولا حفظ القرآن هكذا درج علماؤنا قديما ومشوا على ذلك القرون الطويلة حتى زماننا هذا ولم يكن أحد يبدأ بطلب العلوم دون أن يتم حفظ كتاب الله فأول خطوة في طلب العلم حفظ القرآن الكريم فبدأ طلب العلم وبرع وتقدم حتى شهد له أئمته وأساتفته بالبراعة وأنه لم يخلف أحدا أقرأ منه في بلاده كان رحمه الله تعالى سخيا جدا بماله في طلب العلم حتى إنه يقول أنفقت ثمانين ألف درهم على باب من أبواب النحو حتى حذقته فكان عنده أحد الأبواب من أبواب النحو استعصت عليه وصعبت عليه وأراد أن يضبطها وأن يتقنها وكلما ذهب إلى شيخ لم يحسن أن يتقن وصرف على هذا الباب ثمانين ألف درهم وهذا مبلغ كبير وأيضا من الدلالة على حرصه على طلب العلم أنه رحمه الله كان له وراقان مختصان به إسحاق بن إبراهيم وأخوه وكان هذا الطبيعي أن كل إنسان ينسخ بنفسه كل ما يحتاج إليه من الكتب هذا الأمر لا بد أن نتصوره قليلا اليوم نحن عندنا مطابع إذا أردت نسخة من كتاب كذا وكذا أذهب إلى المكتبة وأدفع مبلغا زهيدا من المال وأحصل على هذا الكتاب والحمد لله يصير عندي أجود نسخة وأحسن طبعا وطبق الأصل كما طبعها الناسخ أو الطابع أو المطبع كما نقول قديما لم يكن يوجد هناك مطابع فإذا كنت أريد نسخة من صحيح البخاري ما الذي أفعله؟ أذهب إلى أحد محلات النسخ دكاكين النسخ أذهب إلى أحد الوراقيين الذين يعملون في نسخ الكتب وجمع الأوراق والأحبار والكتاب وكذا فهناك ناس متخصصون في هذا تذهب به تذهب بكتاب من الكتب تقول له لو سمحت خذ هذا الكتاب وانسخ لي منه نسخة أو نسختين أو كذا فصاحبنا يبدأ بسم الله ويستعمل أوراقه وأقلامه ويكتب الكتاب من أول كلمة إلى آخره وهذا الأمر مضن وشاق جدا إلا أن الناس هكذا كانوا يفعلون لأن هذه الوسيلة الوحيدة فكان خلف قد وظف وراقين مختصين به لا يذهب إلى الوراقين ولا النساخين أو وراقون مختصون به فقط يعملون النسخ الخاص به رحمه الله وهذا يدل على حرصه الشديد على الطلب وأنه كان يراعي ذلك وينفق بلا حدود كل ما كان يملكه في سبيل طلب العلم رحمة الله تعالى عليه وكان يتحرى الدقة في طلب العلم حتى إنه كان رحمه الله يقرأ القرآن مرات عديدة قال قرأت القرآن على سليم مرات عديدة وبعدما يختم على شيخه سليم وسليم تحدثنا عنه عندما تكلمنا في حلقة الإمام حمزة رحمه الله سليم تلميذ حمزة وهو تلقى عن سليم عن حمزة روايته عن حمزة يرويها عن سليم رحمه الله سليم بن عيسى الحنفي وأيضا أصبح له روايته المستقلة كما سنبين ذلك بعد قليل فكان رحمه الله بعد أن يختم على سليم لا يذهب ويقول أنا رويت القرآن عن سليم لا وإنما يسأل سليم ويتحرى في الدقة وكان يقول كان سليم يقول قرأت القرآن على حمزة عشر مرات يعني هو يروي أن سليم قال قرأت القرآن على حمزة عشر مرات فهذه مرات كثيرة الإنسان لو قرأ مرة أو مرتين يكون سعيدا وفخورا بقراءته على أحد من الأئمة وسليم يقول قرأت على حمزة عشر مرات فتوثق أن شيخه قرأ على أستاذه وبعد أن يختم كان يقول بعد أن يختم أروي عنك بهذه القراءة التي قرأتها عليك عن حمزة يضبط عنه كل حرف ويقول أروي عنك بهذه القراءة التي قرأتها عليك عن حمزة فيحدد القراءة والمجالس التي قرأها والرواية التي اختارها انظروا أيها المدققون انظروا أيها المعلمون أيها الرواة المجازون الذين يحرصون على ضبط أسانيدهم هذا أنموذج هذا إمام من الآئمة رحمه الله فكان يقول له شيخه نعم وكان يقول عنه مسلمة ابن عاصم صاحب الفراء قال كتبت الحروف من غير وجه يعني بدون أن أسأل ما وجه هذه القراءة لماذا قرئت هكذا حتى يستوثق لا يحتاج يقول أنا لا أحتاج أن أستوثق عندما أروي عن خلف لأنه كيفما قرأ وكيفما أخذ كان يلتزم وينضبط كل ما أخذه يأخذه منضبطا ويعطيه ويلقيه ويرويه لغيره كما أخذه منضبطا تماما رحمة الله تعالى عليه يقول كتبت الحروف من غير وجه ما اعتمدت إلا على ما حدثني به خلف بن هشام البزار لأنه يقرأ كيف أخذ وكيف أدى هذا نموذج من الكلام عن هذا الإمام رحمه الله بعد أن تلقى القراءة التي رواها عن حمزة وتلقى عن غير سلين أراد رحمه الله أن ينتقي ويختار لنفسه قراءة خاصة يرويها من مجموع ما رواه فإنه رواعاً كسائي ورواعاً غير واحد من الأئمة فأخذ القراءة التي قرأ بها على حمزة وغير فيها في بعض الكلمات مما أخذه عن شيوخه الآخرين وصار هذا يسمى اختيار خلف اختيار خلف ويميزون بين قراءته واختياره الذي اختاره يميزون بين قراءته واختياره وبين الرواية التي رواها عن حمزة بأنهم يقولون هناك خلف عن حمزة ويقولون هنا خلف العاشر نقرأ بقراءة خلف العاشر فيقولون العاشر ليدلوا بذلك على قراءته رحمه الله إذن العالم قديماً هذا الأمر ما عاد معمولاً به الآن أبداً وتوقف العمل به منذ ألف عام تقريباً كان بل أكثر من ذلك حتى كان الإمام يروي القراءة عن مجموعة من الشيوخ ثم يأخذ ما اتفق عليه معظم هؤلاء الشيوخ ويقرأ هو به ولذلك تنسب القراءة إليه يقولون قراءة عاصم قراءة نافع قراءة خلف يعني القراءة التي انتقاها من مجموع ما قرأه عن الشيوخ فإذا قرأ عن جلة من الشيوخ الكبار كانت قراءته مميزة وأحبها الناس ووثقوا فيها وتلقوها بالقبول ولذلك اشتهر هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى وإلا فهم لم يضعوا شيئاً من القراءات يعني نسبة القراءات إليهم ليست نسبة تأليف وابتداع واختراع وإنما هي نسبة اشتهار ونسبة ملازمة ونسبة تعلين هؤلاء الأئمة هكذا فعلوا رحمهم الله تعالى كان رجلاً صدوقاً كان صالحاً كثيراً العلم والرواية عن السلف عالماً بوجوه قراءات الأئمة وله كتاب حسن في القراءات يذكر عنه وكان رحمه الله تعالى يبدأ في التعليم بأهل القرآن ثم يأذن للمحدثين لأن القرآن هو أفضل شيء وأفضل الذكر قراءة القرآن فكان يبدأ بأهل القرآن لمكانتهم فهم أهل الله وخاصته ثم ينتقل فيأذن للمحدثين وروي عنه رحمه الله أنه كان يصوم الدهر ومعنى يصوم الدهر يعني إلا الأيام المحرمة لا أحد يصوم السنة كاملة فهذا من المحرمات ولكن يصوم الدهر يعني أيام السنة كلها إلا ما حرمه الله تعالى من أيام الأعياد ومن يوم الشك وما إلى ذلك بالتفاصيل التي يدرسها ويخبرها فقهاؤنا رضي الله عنهم ورحمهم الله وجزاهم عنا كل خير يروى عنه قصة أنه انتقل وهو صغير السن يعني حوالي تسعة عشر عاما فذهب انتقل من بلده بغداد إلى الكوفة ليروي القرآن عن أبي بكر شعبة بن عياش راوي عاصم المشهور فذهب ووجد سليما فقال له ما أقدمك إلينا قال جئت أقرأ على أبي بكر بن عياش فسليم يعرفه فكتب له ورقة يذهب بها إلى شعبة كتب فيها هذا خلف بن هشام وهو لم يخلف في بغداد أقرأ منه فذهب شعبة بهذه الورقة إلى فذهب خلف بهذه الورقة إلى شعبة وقال وأعطاه إياها فقرأها شعبة وشعبة آنذاك كبير من كبار العلماء فنظر إليه وصعد فيه النظر هكذا وقال له أنت خلف بن هشام قال نعم قال أنت الذي لم تخلف في بغداد أقرأ منك كأنه يعني يستنقصه يعني أنت الصغير السن هذا الذي لم تخلف أقرأ منك ولم تترك يعني خلفك أحدا أقرأ منك قال فسكت فقال اقرأ هات سمعنا فقال له عليك قال له نعم قال لا والله لا أقرأ على أحد يستصغر أحدا من حملة القرآن وذهب وترك شعبة فشعبة أرسل إلى سليم قال له أرسل لي نعم فشعبة أرسل إلى سليم قال له أرسل لي خلفا يقرأ علي فكلم سليم خلفا قال له اذهب شعبة ينتظرك ويريد أن يقرئك قال لا والله ما أقرأ عليه فانظروا إلى حداثة السن وحدة الشباب أحيانا تجعل الإنسان يندم وبالفعل ندم خلف على ذلك قال ندمت واحتجت إلى أن أقرأ قراءة شعبة فما وجدته فرويتها عن يحيى بن آدم عنه يعني ذهب إلى تلميذ من تلاميذ شعبة ليروي عنه رواية شعبة التي كان يمكن أن يأخذها عن شعبة نفسه رحمه الله يروي عن خلف راويان إسحاق وإدريس وروايتهما متقاربة وإسحاق هو وراق خلف وإدريس كان من كبار العلماء وروا عنه جلة من الأساتذة كابن مجاهد وابن شنبوذ وابن مقسم والمطوعي والنقاش وغيرهم من كبار المقرئين فرحمهم الله تعالى ورضي عنهم هذا ما أسعفنا به وقت هذه الحلقة من سيرة هؤلاء الأئمة نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين طاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر